السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 16 حزيران يونيو وطبعا اليوم عيد الأضحى المبارك فكل عام وأنتم بكل خير وربنا يتقبل الطاعات ويكتبنا إن شاء الله العام القادم الحج وأداء هذه المناسك الجميلة إن شاء الله وربنا يكتبنا من العتقاء والمغفور لهم بإذن الله تعالى اليوم طبعا القمر موجود في برج الميزان لغاية الساعة 6 و37 دقيقة من صباح يوم الغد الاثنين لا ينتقل القمر طبعا بعديها لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و6 دقائق من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر اليوم موجود زي ما حكينا في برج الميزان معناته اليوم هي هذا الوقت هو أفضل وقت لتقوية العلاقات العاطفية والروابط العاطفية أو الروابط ما بيننا وبين أحبائنا أو تحسين العلاقة مع أحبائنا أو تحسين علاقة زوجية شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا ومنميل الاسترخاء والتأمل وبكون الحب الرومانسية وضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة عند بعض الأشخاص تلعب دور معني بشكل واسع جدا أو في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هذا اليوم ننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب وتزين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في غير زاوية وحيدة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون دروتها الساعة 11 و13 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ومعنى تثليث يعني زاوية إيجابية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب عندنا الكلة والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر ولكن الأشخاص اللي ما عندهم أي مشاكل إلها علاقة بالشعر الزائد أو اللي بدهم يبطوا عملية الإنبات فما في أي مشكلة يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي من نسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد بيبدأ خلو المسار الساعة 6 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر لغاية الساعة 6 و 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 10 أيام في تمام ساعة 11 و 34 دقيقة ظهرا بصير نبدأ باليوم 11 نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 20 ستة سعيد الآن بنسبة 45% ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% القمر في الميزان حتى يوم 17 ستة سعيد الآن بنسبة 15% ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% ساعة الظهر سعيد بنسبة 70% أما في ساعات المساء المتأخرة سعيد بنسبة 45% عطارد في الجوزاء حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 10% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 30% الظهر في الجوزاء حتى يوم 17 ستة منتحس بنسبة 10% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوبيت راجع حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود مقابلكم تماما بعزز الأمور اللي تتعلق بالشراكة المالية والعاطفية وما بين الأحبة ولكن الضغط عالي جدا عشان هيك هذا الشيء دائما بيثير نوع من أنواع القلق لأنه بيكون فيه نوع من أنواع البلبلة أو ممكن تتعقد بعض الأمور حاول أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر الدعاوة القانونية وحاذر القطيعة برضو حاول تبعد عن المشاكل قدر الإمكان حاول تعزز علاقاتك مع شركائك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت السادس عشان هيك اليوم نشاط على المستوى العملي وعلى مستوى علاقاتنا بزملائنا على مستوى إنجاز بعض الأعمال بعض مواليد برج الثور ممكن يهتموا لصحتهم بمراجعات طبية أو إنهم يشعروا بشعور غريب صحيا بيتراكم العمل لديكم ممكن ما تجدوا تعاون من بعض الزملاء ما حاولوا إنه تمارسوا نوع من أنواع النشاط البدني وبرضو بدك تنتبه إنه بتتزامن الواجبات بأكثر من وقت فحاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا القمر موجود في البيت الخامس يعني في حضوض في دعم في عاطف اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة أو ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره بعض موليد برج الجوزة ممكن يكون عندهم فرحة أو خبر من أحد الأحبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم لأن القمر موجود في البيت الرابع فبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أن تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك وأهم شيء أنك ما تعمل أي مشاكل إلها علاقة بالعائلة ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للتواصل العائلي والعلاقات الاجتماعية برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وبوسعكم اجتياز امتحان اليوم عندك طاقة عالية جدا وبإمكانك تتعزز العلاقة مع أخ أو جار أو بتكثر النشاطات بحسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وبستطعتك يدفع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك برضو اليوم على المستوى العاطفي الأجواء برضو ممتازة جدا برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتديروا بالكم من المصاريف لا تبالغوا بمصاريفكم ممكن بعضكم يحصل على هدية أو جائزة أهم إشي إنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أو ممكن تهتم لحل بعض المسائل المالية المعقدة برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بما أن القمر بدأت مرحلة جديدة بوصوله لعنكم فهذا اليوم يعتبر أفضل من الأيام الماضية نشاط وثقة بالنفس وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك على المستوى العاطف أنت اليوم ملفت للانتباه للجنس الآخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا برضو اليوم بتكوا تتحملوا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب أو الملل حاولوا أنكم تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقد ما تبدأوا عملي جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تقيب أمالكم وحاضروا من البلبل والالتباسات وبرضو حاول تعمل بشكل روتيني عشان تتجنب الخطر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم اليوم حاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل الغد لأنه بالغد القمر رح يوصل لبيت متاعبكم فاليوم ممكن أشخاص يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وأيضا بإمكانكم تستعينوا ببعض المعارف أو الأصدقاء لإنجاز بعض الأعمال المهمة والضرورية وبادر لملاقة الآخرين عشان أنت اليوم تحصل على مكاسبك بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف أو شخص يدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يعني يعتبر هذا اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون عنكم وبيقدروا جهودكم تتسلط عليك الأضواء فممكن تقضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف وما تغامر بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح أنه يعتبر بيت السمعة ولكن ممكن أنك أنت تحصل على مكاسب وشهرة ورفعة وتعزيز مكانة وممكن أنك أنت تشوه سمعتك بأي تصرف بالنسبة لمواليد برج الدلو بتنشطه بالسفر والاتصالات البعيدة والأمور اللي تتعلق بالأجانب أو خارج البلاد ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو ممكن أنه يكون لك بعض المراسلات ناقش بقوة وذكاة وتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك ولا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو لتعزيز العلاقة مع الأحبة ومع مواليد برج الدلو ممكن يفكروا بالارتباط برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا اليوم القمر موجود في البيت الثامن بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أي المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تامين زوج زوجة هاي أمور مشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش أنه ما تهملوا صحتكم تصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء